المكتب حماس في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده سترد على أي هجوم إسرائيلي رداً مناسباً تصريحات لم تمنع وزير الخارجية الإيراني من أن يعلن أن بلاده لا تريد حرباً في المنطقة وخلال زيارته للكويت إحدى محطات جولته لدول الخليج والإقليم قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تريد حرباً في المنطقة لكنهم مستعدون لها بحسب تعبيره مشيراً إلى أن احتمال توسيع رقعة الحرب وارد لتكون حرباً شاملة بالمنطقة وأكد عراقجي من الكويت أن إيران بذلت كل جهدها لخفض التصعيد لكن دولته جاهزة لكل السيناريوهات خاصة بعد تصريحات للحكومة الإسرائيلية بتحديد الأهداف الإيرانية المقرر ضربها وزير الخارجية خلال جولتها التي شملت عدد دول حصل على ضمنات بأن دول الجوار لن تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لمهجمات إيران رسالة قالها رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي خلال اللقاء جمعه مع عراقجي حيث شدد الصفدي على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد ولن يسمح باستخدام أجوائه لانتهاك سيادته أو تهديد أمن مواطنه وفي الكويت أكد عراقجي الرسالة ذاتها فيما تعد محاولات إيرانية لضمان عدم تعدد جبهات الحرب جولة الوزير الإيراني شملت الكويت والأردن ومصر وتركيا وقصدت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان وتأتيت جولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها مطلع الشهر الجاري وتوعدت طهران بالرد على أي خطر يستهدف من شآتها وبحسب مراقبين فإن زيارات عراقجي وجولات إيران الدبلوماسية المكثفة خلال الفترة الأخيرة هي محاولة لكسب دعم إقليمي يمنع تساع رقعة النزاع ويحقق توازنا استراتيجيا في ظل التوترات المتصاعدة مع إسرائيل سيما وأن إيران تدرك أهمية بناء تحالفات إقليمية قوية مع دول مثل مصر وتركيا ودورها في تعزيز موقفها السياسي والإقليمية وأن ذلك قد يحول دون تحول التوترات الحالية إلى مواجهات عسكرية شاملة من شأنها تهديد استقرار المنطقة برمتها